الصور المسربة أبعادا خفية إلا أن صورة اليوم تصرح بمدلولاتها بوضوح صارخ عن تحركات شخصية لطالما وصفت بالغامضة رجل إيران في سوريا وعلى هرم في سلطة الميليشيات بمنطقة البوكمال الحدودية الحاج عسكر في مرمى عدسات شبكة عين الفرات صور ومقاطع فيديو رصدت فيها تحركات استثنائية لعسكر من البوكمال إلى الميادين على طول الحدود العراقية تحركات تقول عين الفرات إنها تدل على وجود عمل عسكري قريب ضد مواقع أو مصالح مجهولة للرد على الضربات الجوية التي استهدفت مقر ميليشيا الحرس الثوري الإيراني بالبوكمال والحاج دهقان ماجد مسؤولة لاستخبارات بالمنطقة إلا أن التحركات الاستثنائية لعسكر والصور الواردة من هناك تحمل أيضا رسالة من طهران مفادها أن المنطقة أصبحت خالصة لإيران ما يطرح تساؤلات عن مصير تلك المنطقة ومآلات الغلابة فيها التحركات الإيرانية شرقية سوريا تزامنت مع تصريحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أن إسرائيل انتقلت في مواجهتها لإيران ونفوذها في المنطقة من ضرب واستهداف أذرعها إلى مواجهة ما سماه رأس الاختبوط نفسه فهل ستجد طهران نفسها في مواجهة عصفة عاتية ربما تتحول إلى إعصار من نوع آخر ترجمة نانسي قنقر